السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة اللي فاتت فهمني يعني ايه برمجة بشكل عام النهاردة هنجاوب على سؤال اكيد اغلبنا فكر فيه قبل كده بس غالبا ما خدش اجابة واضحة هو الكمبيوتر بيفكر يعني لما تبعث رسالة تطلب اردر او حتى تفتح فيسبوك هل الجهاز فهمك ويعني ايه اصلا يفهمك خلينا نفكها واحدة وحدة بص الكمبيوتر ما بيفكرش زينا هو ما عندوش مشاعر ما عندوش رأي وما بيعرفش يختار لوحده كل اللي بيعمله انه بينفز وانت اللي لازم تقوله يعمل ايه وازاي وامتى وبالترتيب كمان يعني لو قلتله واحد زائد واحد هيقول لك اتنين بس لو سألته انا زعلان اعمل ايه هيسقط ما يعرفش هو مش بتاع كده النقطة هنا ان الكمبيوتر عبارة عن آلة وانت اللي بتفكر وتكرر وتكتب له تكتب له كود واضح يقدر يفهمه ويترجمه وينفزه الكمبيوتر من جوه عبارة عن شوية دواري كهربية زي مفاتيح صغيرة جدا جدا اسمها ترانزيستورز كل مفتاح منهم يا شغال يعني فيه كهربا يعني واحد يا مطفي يعني مفيش كهربا يعني صف والدواري دي بتشتغل بسرعة فظيعة ملايين المرات في الثانية وبيعملوا كل حاجة من خلالها حسابات مقارنات نقل بيانات بس تاني مفيش تفكير هنا هنا فيه أوامر ماشية في السلك وبتتنفز بالحرف الكمبيوتر بقى ما بيفهمش ولا عربي ولا انجليزي ولا فاهم يعني ايه افتح الكاميرا ولا شغل الأغنية دي كل ده بالنسباله كلام فاضي لكن لما تكتب له كود بلغة هو يقدر يترجمها الموضوع بيتغير يعني مثلا لو كتبت هو مش فاهم الجو حر لكن فاهم ان في شرط لو اتحقق هينفس حاجة وهي انه يطبع جملة الجو حر الكود ده بيتحول في الآخر لحاجة اسمها ماشين كود وده بيكون كله صفر وواحد الجهاز بس اللي يقدر يقره تخيل انك بتقول لصحبك هاتلي سندوتش من اي مكان كويس هو هيفهم اصدق هيشوف مكان معروف ويختار حاجة على زوقه لكن الكمبيوتر هيقف لان الجملة دي فيها مشكلة كبيرة مش محددة الكمبيوتر محتاج تعليمات واضحة وصريحة يعني مثلا تقول له هاتلي سندوتش شاور مفراخ من مطعم اسمه اكس بسعر اقل من 100 جنيه الكمبيوتر ممكن تقول عليه غبي بمعنى انه مايعرفش يعمل حاجة من نفسه بس في نفس الوقت هو عبقري في حاجتين السرعة والدقة يعني لو طلبت منه يعمل عملية حسابية الف مرة هيعملها في جزء من الثانية ومن غير ولا غلطة لكن لو نسيت تقول له يعمل ايه هيقف مكانه او يديك error الانسان عنده حاجة مهمة جدا السياق يعني لو حد قالك الباب مفتوح ممكن تفهم منه انه بينبهك او خايف على الامان او حتى بيشتكي من الحر لكن الكمبيوتر لو قلت له الباب مفتوح مش هيعمل حاجة لانه مش عارف انت عايز ايه من الجملة دي لازم تقوله تحديدا لو الباب مفتوح اقفله لو حصل ظرف جديد والكمبيوتر مش متبرمج عليه مش هيعرف يتصرف يعني لو كتبت له قوت بيقول لو درجة الحرارة 30 شغل التكييف لكن الجو لو بقى 32 تفتكر هيشتغل الاجابة لا لانك ما ذكرتلوش صراحة لكن لو كنت قلت له لو درجة الحرارة اجبر من او تساوي 30 شغل التكييف كان شغله الانسان ممكن ياخد قرار معقول لكن الكمبيوتر محتاج كل الاحتمالات تكون مكتوبة بوضوح الكمبيوتر ما عندوش دماغ لكن عندو عقلية منطقية بحتة يعني بياخد القرار بناء على انبوت كونديشنز او ادبوت لو حصل كذا اعمل كذا لو لأ اعمل حاجة تانية وده اللي بنسميه في البرمجة المنطق الشرطي كونديشنال لوجيك والمهم كمان انه مش هيكمل خطوة غير لما يخلص اللي قبلها تخيال الباب الأوتوماتيك اللي في المول هو مش فاهم انك داخل هو مجرد عندو حساس اول ما يستشعر حركة يفتح الباب الموضوع كله شوية شروط وبرمجة لو في حركة قدام الباب افتح لو مفيش اقفل بس كده مفيش تفكير فيه تنفيذ فيه كمان فرق مهم فيه لغات برمجة بيتم ترجمتها كلها مرة واحدة ودي اسمها compiled زي C و C++ وفيه لغات بتترجم سطر بسطر وهي شغالة ودي اسمها interpretive زي بايسون يعني في الاول بتجهز البرنامج بالكامل وفي التاني بيشتغل هو بيفهم الكود لحظة بلحظة ودي بقى الحقيقة اللي بتفجر المخ شوية كل حاجة عند الكمبيوتر سواء صور فيديوهات صوت او حتى الكلام كل ده بيتحول في الآخر لصفر وواحد يعني الصورة اللي انت شايفها دي عبارة عن الوان واللون عبارة عن رقم والرقم بيتحول في الآخر لصفر وواحد يعني في النهاية الكمبيوتر بيشوف الحياة كلها عبارة عن كهرباء شغالة او مطفية واحد او صفر تفتكري لو الكمبيوتر بيفكر زي الإنسان كانت البرمجة هتبقى أسهل ولا العكس تماما سيب لي رأيك فتعلي ايوا السؤال اللي بييجي في دمارك دلوقتي يعني مفيش أمل طب ما الزكاة الاصطنوعي موجود صح بس اسمعني الزكاة الاصطنوعي الـ AI بيعمل حاجات مبهرة جدا بس في الآخر برضو هو عبارة عن كود بيتعلم من بيانات سابقة كتير وبيتوقع بناءً عليها لكن ما عندوش وعي ما عندوش إرادة وما عندوش ضمير يعني لو حصل خطأ هو مش هيفكر وهيفضل ينفذ ويكرر نفس الخطأ لما تيجي تبرمج أي حاجة لازم تبقى فاهم الكمبيوتر مش هيكمل لوحده مش هيخمن ومش هيربط بين الحاجات زي الإنسان لو صدت حاجة نقصة البرنامج يا إما مش هيشتغل يا إما هيطلع نتيجة غلط النهاردة عارفنا إن الكمبيوتر ما بيفكرش هو بينفذ بس إنت اللي بتفكر وإنت اللي بتقوله يعمل إيه ودي حاجة مهمة جداً عشان تعرف إزاي تكتب له أوامر مفهومة في الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن حاجة لذيذة جداً إزاي المبرمج زي الشيف وإزاي أي برنامج بيتعامل بنفس منطق وصفة الأكل لو مستعد تكمل الرحلة اشترك واستنى الحلقة الجاية وخليك دايماً فاكر البرمجة مش كود البرمجة طريق التفكير أشوفكم من حلقة الجاية إن شاء الله السلام عليكم